صلى الله عليه وسلم من اطلاقة العام الدراسي الجديد بدأت تظهر معها مشاكل وصعوبات تواجه العملية التعليمية مدرسة غدجة من تخويل دليل بنات بمدينة الحوطة في محافظة لعج نموذجا يحاكي هذه المشكلة بكل تفاصيلها وللعين من المدرسة خديقة في المديرية تعاني من استحام الطلاب بشكل عام وكثيف حوالي 1100 طالبة في عدد عشر شعب مساحتها صغيرة وزيادة سنوية مستمرة هذا الفصل انشألي يستوعب 20 طالبة لكنه اصبح اليوم يحتضر بين اركاده اكثر من 80 طالبة نحيك عن ارتفاع درجات الحرارة والقطاع التيار الكهربائي كلها عوامل باتة تؤثر على مستوى تحصيلهن العدمي صفوف صغيرة جدا مزدحمة بالطالبات احيانا يتوصل معي العدد الى 70 طالبة 66 طالبة داخل الصف ازدحام الفصول الدراسية ونعذام الوسائل التعليمية مشاكل تعترض هذه المدرسة وتشكل عائقا امام تحقيق اهدافها الطالب هنا مليان والامراض منتجرة والدنيا حمئ يعني هنا لا نستوعب الطالبة لا تستوعب بسبب انها الصف كثير نحن هنا لا ندينا مختبرات علمية لا كتب كما الناس لا ادرك كما الناس لا كهرباء تظلم الشكل والمعاناة التي تواجه هذه المدرسة مرهونة باستجابة وزارة التربية والتعليم لاستكمال بناء المدرسة التي تتكمن من 12 فصلا دراسيا والتي ستخفف من ازدحام طالبات معنا مبنى مدرسي داخل المدرسة ولكن للأسف الشديد من بعد الحرب تم توقيف بناءه وهو كهيكل فقط ونحن ناشدنا ما بعد الحرب من التربية وناشدنا المحافظ ومأمور المديرية بان اذا اتت اي منظمة داعمة فتكون لها الاولوية ليش؟ لان الكثافة الطلابية التي داخل المدرسة صفوف صغيرة جدا ومزدحمة بالطالبات رغم الجهود في تجاوز هذه الصعوبات ومحاولة ايجاد بيئة تعليمية مناسبة للطالبات الى حد ما الا انه لا يزال هناك الكثير من اجل اعادة بناء هذا الصلاح التعليمي الذي توقف بنائه مدو خمس سنوات نتيجة الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي في البلاد مختشعة القناة بالقيس محافظة لحن اشتركوا في القناة